طيب يعني الحقيقة أنه ولادنا وأبطالنا المصريين في كل الألعاب متصدرين والواحد لما بيقرأ الأخبار دي الحقيقة قلبه بيفرح وبنشوف حتى أنه في عز الأزمات وفي عز ما الناس بتبقى متضايقة يمكن عشان أزمات اقتصادية وغيره بتلاقي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتحتفي بالبطلات وبالأبطال المصريين والموجودين ومشرفيننا ورفعين اسم بلدنا في كل مكان في ريال أشرف واحدة من اللاعبات في منتخب الكاراتي اللي الحقيقة دي مش أول مرة ليها يمكن هي حققت ذهب قبل كده والسنة اللي فاتت في أولمبياد توكيو حققت ذهب وفرحت كل الناس والسنة دي أخدت الميدالية الذهبية وحققت أول ميدالية ذهبية لمصر في منافسات وزن 86 لدورة الألعاب البحر المتوسط ويعني الحقيقة بعد المارش كان في حالة من الاحتفال كبيرة جدا 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 بيها وزي ما بقول حضراتكم دي مش أول مرة تفوز وهي من الفيدات اللي بيصنعوا الدهب لمصر زودت رسيد مصر لست ميداليات بواقع ثلاث ميداليات فضة وميدالية ذهب وبرونزياتين حيانو كمان فريال هي صاحبة الدهبية التاريخية لمصر زي ما كنت بقول حضراتكم في أولمبياد توكيو 2020 ويمكن كلنا نفتكر الفيديو بتاع أهلها السنة اللي فاتت وهم بيتابعوا فريال وهي بتفوز بالميدالية الدهب وهو ده اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنه مسألة الدعم الأسري لولادنا واحنا بنربيهم واحنا بنعلمهم سواء رياضة سواء غيره ده بيفرق كتير جدا جدا احنا كمان مش بنتكلم على دعم أسري الدعم امتد انه بيوصل للدولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني كان ليه مدخلة مع فريال ودعمها بنفسه ومش بس فريال الحقيقة الاحتفاء بكل المواهب سواء المواهب الصغيرة أو المواهب اللي بتوصل للعالمية وبترفع اسم بلدنا في كل مكان هو ده اللي الجيل ده محتاجه جيل ده محتاج يحس بالدعم دعم أسري دعم من الدولة دعم وتكاتف من كل المجتمع علشان الجيل ده يلاقي نفسه علشان الجيل ده يحقق أكتر لأنه بلدنا مليانة مواهب بلدنا مليانة مواهب ومواهب عظيمة بلدنا اللي طلعت أم كلسوم وعبدالوهاب وعبدالحليم مليانة ياما وزويل ويعني مواهب مصرية متعددة في كل المجالات ولسه بلدنا مليانة أكتر وأكتر لكن بنبقى دايما محتاجين أنه زي ما بنتكلم على السلبيات في البلد وبنشتغل عليها وبنترحها وبنشوف أسبابها وبنشوف ليه بتحصل كمان محتاجين أنه طول الوقت نفكر نفسنا بالأشياء الإيجابية وبالشباب اللي زي الورد اللي بينوروا يعني طريق غيرهم حتى مش بس طريقهم لأنه الشباب الصغيرين بقى قوي لما بيشوفوا الألعاب الفردية واللي بيحصل في الألعاب الفردية والولاد والبنات اللي في عمر صغير بيجيبوا ميداليات دهب ده بيبقى يعني بالنسبة لهم قدوة كبيرة جدا 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 بتحصل بتخليهم عندهم أمل أنه يقدر يحقق وأنه بلده كمان بتدعمه علشان يحقق وده شيء مهم جدا وأنه الناس تحتفل بيهم وده شيء أهم لأنه لما بيلاقوا كلكوا على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلموا عنهم بدل ما نتكلم عن ظواهر سلبية يمكن الحديث عنها بيكسبها أكثر من قيمتها لا إحنا نتكلم عن من يستحق